وبنصبح لحضراتكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة التقص هيكون دافئ نهاراً على إقاهرة كبرى والوجه البحري ماء للدفء على السواحل الشمالية وماء للحرارة على شمال السعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب السعيد بالليل الجو هيكون ماء للبرودة على أغلب الأنحاء في النهاردة شبورة مائية صباحاً هتكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة مونار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتورة مونار صباح الخير على حضرتك أستاذ هالة وصباح الخير على كل السادة المشاهدين أهلاً بك يا خم أهلاً بحضرتك كيمكن درجات الحرارة نزلت شوية النهاردة عن اليومين اللي فاتوا يعني العزمة النهاردة في القاهرة 24 فالجو دافئ إلى حد ما عكس اليومين اللي فاتوا اللي كان حر شوية والشابورة بتالي مكملة معنا حضرتك دينا التفاصيل بالفعل يمكن احنا على مدار اليومين الماضيين كانت ارتفاع في قيم دربات الحرارة وكانت أعلى من المعدلات بحوالي أربع لخمس درجات يمكن بعض المناطق كمان كانت فيها ارتفاعات ملحوظة زي محافظات السعيد وسجلنا عزمة على المناطق الهنوبية وستة ستة وتلاتين درجة مقوية القاهرة الكبرى نفسها سجلت قيم درجات حرارة سبع وعشرين درجة مقوية من اليوم تبدأ الكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتواصل تأثر علينا فيبدأ سين خطاب تصيف وتدريجي في قيم درجات الحرارة في معظم المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى وكمان بعض المناطق من محافظات شمال السعيد فبالتالي اليوم العزمة على القاهرة الكبرى متوقع انها تكون أربع وعشرين درجة مقوية وده طبعا كمان أعلى لسه من المعدلات لكن بين خطابة عن اليومين الماضيين تقصي اليوم هيكون تقصي دافي بشكل كبير على القاهرة الكبرى والوجه البحري ماء للدسع على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ما بين ماء للحرارة اللي حر في المناطق الجنوبية شمال والجنوب السعيد والجنوب سنة ده بيكون فترة النهار وخاصة مع شدة الإشاعة الشمسي وقت الظاهرة لكن فترات الليل طبعا مع غياب أشاعة الشمس ترجع ثاني قيم درجات القرارة الصغرى سنخفض ويمكن نحن الليلة الماضية سجلنا صغرى فترة الليل 16 درجة مقوية على القاهرة الكبرى الليلة اللي جاء ان شاء الله متوقع انها سنخفض وتكون ما بين 12 إلى 13 درجة مقوية فالصغرى فترة الليل هتنخفض في معظم المحافظات الشمالية تحديدا أجواء فترة الليل أجواء باردة في معظم المحافظات وخاصة كمان فترة الليل المتأخر فترات الصباح الباكر في المدن الجديدة الأماكن المسطوحة المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراء وبشكل كبير حس بالبرودة أكتر كمان من المحافظات الداخلية لازم نخد بالنا من فرق قيم درجات الحرارة من فترة النهار وفترة الليل لأنه في القاهرة الكبرى بيتجاوز العشر درجات في محافظات السعيد بيتجاوز 15 درجة مقوية لازم نخد بالنا منه تجنبا طبعا لنزلات البرد بالإضافة كمان بشكل تدريجي قيم درجات الحرارة خلال الأيام اللي جاية سيكون فيها انخفاض يعني احنا متوقع إن شاء الله مع بداية الأسبوع اللي جاي العظم على القاهرة الكبرى توصل إلى 22 درجة مقوية فلسه في مزيد من انخفاض قيم درجات الحرارة فترات النهار الأيام اللي جاية اليوم أيضا متوقع أن يكون معنا نشاط لرياح على فترة المساء وساعات الليل في القاهرة الكبرى نشاط رياح ده وجوده حاسسني من صفات قيم درجات الحرارة فترات الليل بشكل كبير الشابورة المائية طبعا ما زالت ظاهرة جاوية مؤثرة معنا على أغلب الصرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وجتأذي من الصفات الصفيفة في الرؤية الأسلقية إن شاء الله ما تأثرش تماما على حركة المرور وابتتلاشى فور الصطوع أشاعة الشمس بس خلونا ننوه مع حضراتكم أن احنا مع بدايات الأسبوع اللي جاي إن شاء الله يبدأ تأثير لمنحفة جاوية في طبقات الجو العالية وأيضا منحفة تطحي فبالتالي فرص الأمصار هنبدأ نشوفها بشكل كبير خلال الإسبوع اللي جاي وخاصة يوم الحد والاثنين اللي جايين فرص الأمصار هتبدأ تجيده ممكن تشمل أغلب منحفظات الجمهورية لما نقرب إن شاء الله من الأيام دي نبدأ نعلم في تصوصيلة سمية الأمصار بالضبط في كل منطقة بس مهم جدا نحنا نتابع مشارات الجاوية بسوريا ومي أكيد هنتابع طبعا مع حضرتك وبنشكر حضرتك دكتورة مونارغاني معوض المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة درجة الحرارة العظمة هتكون 24 والصغر هتكون 13 وفي العاصمة الإدارية 25-12 في الإسكندرية 20-12 وفي العالمين الجديدة 20-12 أيضا مطروح 19-11 ودوميات 20-14 برسعيد 20-15 والإسماعيلية 25-13 في السويس 24-12 والعريش 22-10 كاترين 22-8 وطوبة 26-14 حلايب 26-20 وشلاتين 27-19 شرم الشيخ 31-16 والغرداء 29-16 في الفيوم العظمة 26 وصغر 12 وبني السويب 26-12 أيضا الوادي الجديد 32-12 وأصيود 29-11 سوهاج 31-12 وإنة 33-14 لؤسر 34-15 وأصوان 36-16 ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات أو دمارة أخرى لمحمد وجمانا ومتابعة فقرات سبع الخير يوميس شكرا لك أحيانا شكرا لك أحيانا